أتكلم على السعادات النادي الأهلي بس قبل بقى السعادات النادي الأهلي بيمننا هنتكلم على الدورة إمبارح في الزحمة كده بتاعت الفرحة كان فيه خبر مهم جدا أو كان فيه فيديو غاية في الأهمية من كلاتنبرج اللي هو المسؤول عن الحكام دلوقتي لأن احنا زي ما حضراتكم عارفين كده ما عندناش لجنة ما عندناش لجنة إيه حكام ما عرفش ليه احنا عندنا كلاتنبرج واتنين بيساعدو يعني كابتن تامر دوري وكابتن أحمد أبو العلم بس لحد دلوقتي فكلاتنبرج كالعاة داودي زاهرة كويسة جدا مصرحة بعد كل جولة بيطلع يتكلم على الأخطاء بتاعت الحكام أو الألعاب أو الحالات اللي فيها جدل شوية فيها اختلاف وجهات الناصر طبعا من بعض أو من ضمن الحالات اللي تم الحديث عنها واللي أصلا ما فيهاش جدل يعني الزم الكوية قبل الأهلوية مكرين أنها كانت لازم تبقى كارتة أحمر وإنذار تاني زكريا وردي هي اللعبة دي الراجل تلعى عن بارح قال أنا كنت متوقع في الفيديو كنت متوقع أن محمد معروف هيطلع الإنذار التاني ويطرق زكريا وردي لأنه خد إنذار أولاني مستحق قبلها بدقائق لكن دا كلام برضو كلاتنبرج لسه بقوله لكم دا لكن للأسف الفار ما يحقش لي أنه هو ينادي الحكم عشان لعبة فيها إنذار لو فيها كارتة أحمر بس لازم يستدعي لها الحكم لكن هو الراجل واضح من كلامه جدا أنه مستغرب زي ما كل مصر مصر كلها مستغربة ليه الكابتن محمد معروف عمل كده بصراحة لقطة مش حلوة خالص في تاريخ الكابتن محمد معروف في تاريخه وحتفضل يعني في الأزهان عند كل الجماهير بمختلف انتمائته بمختلف انتمائته واللي يزيد كمان على كده إنه هو كان حطي إيده في جيبه عشي يطلع البطاقة الصفر التانية إيه اللي خلاه ما يطلعش البطاقة الصفر التانية دي حاجة برضو غريبة ده السؤال اللي بيطرح نفسه من ساحة مباراة الزمائك وسيرينك هتقولي المباراة كانت من قبل كده لا هقولك حطي إيدك على أخطاء اللي بتحصل من بدري بدري والمتكررة ما تبقالها موسمين بقالها موسمين فواضح أن الفيروس فيروس الاحتواء لسه متفشي تمام وموجود عند بعض من حكامنا المصريين للأسف الشديد للأسف الشديد رغم محاربة كلاتنبرج ومحاولاته والمناسبة كلاتنبرج بيغلق زي مثلا ما جاب كده الحكم البرتغالي ده اللي ما كانت شين في عدير مطش الأهلي وزانج بصراحة بس الراجل بيحاول أنه يطور بس بيتصدم بايه بأن في بعض الحكام ما عندهمش الرغبة أساس أنه يطور أنا أضيها يا باشا أنا دلوقتي بنزل أحكم تمام مليش دعا بقى ممكن أميل للنحية دي أميل للنحية دي أميلي للنحية دي بس أنا أتساءل يا جماعة يعني زكريا الوردي هو زكريا الوردي بقى حديث الساعة بصراحة يعني من ساعة مطش السيراميكا لغاية بعد مطش السوبر هو حديث الساعة الراجل بيلعب شوت واحد بس بيبعليه كلام كتير جدا بسبب محمد معروف اللي ما طردوش الله أعلم ليه أنتوا بقى اللي تقولوا الله أعلم تمام والخطأ مثلا ارتكبوا قدام برونسوفيو ده غير موفق وارد عند أي لعب المناسبة تحصل وارد عند أي لعب تحصل يعني برضو نتكلم كره صح فمش عارف الحكام أو بعض من حكام المنصرين إمتا حيطوروا نفسهم أو إمتا حيكون عندهم الرغبة الأول عشان يتطوروا أنا معرفش بس الوضح بالنسبة لي أن في فعلا البعض منهم ما عندوش الرغبة ومش حابب أن يتطور وعايز مثلا الله أعلم بالرغبات بقى ممكن يقولك إيه كلاتنبرج مش عايزه يبقى موجود فعمل أخطاء كتير عشان تبقى فيه مشاكله بتاع فالراجل يمشي وكلام منت فكان مهمة أوي أن كلاتنبرج مبارح يوضح لأن كان فيه حكم من حكامنا وواحد يعني صديق من أصدقائنا حكام السابقين يعني كنت بأتكلم معاه بيقول لي أنا أرهنك إن كلاتنبرج حيطلع يدفع عن محمد معروف قلت له لا ما أعتقدش مستحيل بقى يعني حيبقى زي كابتنا أصبع مفتاح لا مستحيل قال لي لا أرهنك أنا كسبت الرهون إن هو ما دفعش عن محمد معروف قال لا أنا كنت متوقع أن يطلع البطاقة الصفرة تايم عارفش هو ما طلعهاش لي المؤكد المؤكد والباديهي على فكرة دي مش معلومة بقى وشطرة وكما الباديهي إن فيه عقوبة على محمد معروف أصلاً فيش عقوبة يبقى فيه أخطاء تانية وحيبقى فيه تمادي كبير جداً في الأخطاء عند حكامنا المصري شكراً للمشاهدة